أقدمت ميليشي الحوثي في اليمن على خطف مسؤول في منظمة إغاثية محلية وستة ناشطين آخرين كانوا برفقته وأوضحت المنظمة أن الميليشيات الحوثية في مديرية دمن تخدير جنوب شرق تعز خطفت مدير مؤسسة وستة ناشطين في العمل الإغاثي وقامت بمصادرة أجهزتهم ومقتنياتهم دون ذكر أسباب لذلك وأكدت المنظمة الإغاثية أن تلك الممارسات التعصفية التي تقوم بها الميليشيات تسببت في توقف المنظمات المحلية والدولية عن العمل في منطقة إغدير وتم تصنيفها بأنها منطقة غير آمنة تأتي هذه العملية في وقت يتصعد فيه نزوح المدنيين من مناطقهم نتيجة لاستمرار الميليشيات في قصف بلداتهم وإجبارهم بالقوة على مغادرة منازلهم في عدد من مناطق تعز